أمين عدلي يسجل ويقود ليفركوز إلى نصف نهائي كأس ألمانيا تأهل باير ليفركوز الذي يلعب له الدولي المغربي أمين عدلي إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز على شتوتغارد بنتيجة 2 لـ 3 مساء الثلاثاء وواجه متصدر الدوري الألماني هذا الموسم صعوبة كبيرة في تجاوز شتوتغارد الذي تقدم مرتين في النتيجة قبل أن يقلب رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو الطاولة في الدقائق الأخيرة وأنهى شتوتغارد الشوطى الأول متفوقا بهدف والدي ماري أنتون في الدقيقة 11 وأدرك روبرت أندريش التعادل لباير ليفركوز في الدقيقة 5 قبل أن يتقدم شتوتغارد مجددا بهدف ثاني سجله كريس فيهريش في الدقيقة 58 ومنح عدل التعادل مجددا لليفركوز في الدقيقة 66 بعد دقيقتين من دخوله أرضية الملعب وفي الدقيقة 9 سجل جوناثان تاه الهدف الثالث لباير ليفركوز ليمنح فريقه بطاقة التأهل الثالثة للدوري قبل النهائي وكان كايزر سلوترن تأهل لقبل نهائي كأس ألمانيا بالفوز على هيرتا برلين بنتيجة واحد لثلاثة بينما صعد فورتونا دوسلدورف بالفوز على سانت بولي بنتيجة ثلاثة لأربع بركلات الترجيح بعد التعادل 2 ل2 في الوقتين الأصلي والإضافي ترجمة نانسي قنقر